فالإيرانيين يعرفون والأمريكان يعرفون والخليج يعرفون والسيد السودان يعرف أنه موجود سيد مقتضى الصدر المشروع البديل لمشروع 9-4-2003 راح يلقي بظلاله على السياسة الأمريكية في العراق ويحجم حركة السياسة الإيرانية في العراق فالمشروع مشروع كبير مشروع أشبه بمشروع السيد محمد صادق الصدر الذي هو الآخر كان مشروعا إصلاحيا لكن سارعت الإدارة الأمريكية لإسقاط نظام صدام خوفا من مجيء السيد الصدر إلى مشروع سياسي جديد وكما قالوا في تقاريرهم الخاصة أن بقاء السيد محمد صادق الصدر في العراق أي ما معنى أن هناك خميني آخر سيثهر في العراق ويأتي بجمهورية إسلامية وبالنتيجة مصالح دولية في العراق ربما هي الأخرى تكون عصية من خلال حكومة أول مرة تتطرح هذه المعلومة أول مرة تتحدث بها نعم أو أول مرة كنا نسمحها بالإعلام لا نتحدث باعي سحر الأيام القريبة القادمة نحن ما عدنا شيء بعد الخاف علي ولا نخاف منه لا أنا ممنيني بوزارة حتى أجامل فلان وفلان لأنني عنده وزارة لازم أخفي ولا أنا أنال من المالكي أو غير المالكي بغضا بيهم لا الآن مستقبل العراق يتطلب مننا جميعا أن نتكلم بصريحة العبارة نزيل الجانب الأمريكي استعجلوا بإسقاط صدام خوفا أو سأضيف لك بعد سحر أضيف لك من خلال برنامجك الذي هو الآخر برنامج رأي عام والكل يتابع أن عملية إعاقة مشروع السيد الشهيد محمد صادق الصدر منذ 1991 وأسقاط الانتفاضة الشعبانية خوفا من ظهور مرجعية السيد محمد صادق الصدر التي هي الأخرى كانت تضايق المرجعيات الدينية الأخرى غير خارج العراق وكان مشروعا ربما قد يكون أفضل في المفهوم العام من مشروع الثورة الإسلامية في إيران وبهذا اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على إفشال الانتفاضة الشعبانية والخليج طلبت بقاء صدام خير مجيخ وماني آخر في العراق اشتركوا في القناة